السلام عليكم كذا يرين نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو وانتما كيف تتمنوا ان شاء الله ومرحبا بكم معي في حلقة وقضية جديدة القضية لهذه الليلة قضية صعبة كثير من القياس لان الضحية ارتكبت بزاف دي الأخطاء في حياتها والنهاية ديالها كانت واحد النهاية الكارتية بمعنى الكلمة ما هي هات القضية وش نوقع فيها بالضبط اجيب نحكيها لكم في الفيديو اللي فاز كل شي قلي زينب السوس مشالك تاه هات الفيديو راح السوس غي علاق بالحال وصافي لانا من نهر ديال الماشد المغريب ضربني البرد وانا السوس ديالي واكل لعصا انا عارفة في القناة والله بزاف تيال المحقيقين وبزاف اللي كي يكتشفوا المجرم شكون هو من اللول ولكن في القصة ديال هاد النهار صعيب واحد شوية انكم تعرفوا شكون هو الجانب لانا كين بزاف ديال الاحتمالات وبزاف ديال الناس اللي كانوا شاكين فيهم انتم من اللي عرف شكون هو المجرم يكتبوا لي في كومنتر ويكتب لي الدقيقة بطبط فقاش كتشفوا ولكن قبل ما نهضروا على القصة ديال هاد النهار كانت مننا متنسوينيش من جام واللي اول مرة يشوف القناة مينساش انه يشتارك باش دائما يوصلوا الجادي القضية ديال اليوم غادي سدينا سنة 2016 لمدينة سلة واحد الحي اللي اسميته حي كريمة كين واحد دار فيها ثلاثة ديال الطوابق بالاضافة الواحد القرصونية اللي كين في اسطح هاد القرصونية كانت كاريها واحد سيدة اللي اسميتها جميلة هي كانت عيشة بوحديتها الناس اللي ساكنين معاها لمدة ديال الثلاثيان ولا وقت ما يطلعوا السطح سواء باش ينشروا ولا يديروا شي حاجة في السطح كي يشموا واحد الريحة اللي كانت قبيحة ولاني النهار الثالث هادك الريحة بصح ولات واحد الريحة اللي التاوحد ما كي قديش شمها هنا يا الجيران بدك يدخلوهم واحد شوية ديال الشك اما داك السيدة رخلت شي حاجة في الدار ديالها هي اللي تلقات لها الريحة واما هي رواق على شي حاجة وصل الدار ديالها عيو الجيران ما كي يدقوا في الباب كيمشيوا للسطرجم كي يدقوا كي يحاولوا انهم يحلوا السطرجم ديال الدار ديالها ولاني السطرجم كان مسدود وحتى الباب كانت مسدودة هنا يا الجيران تافقوا انهم قديمشوا عند المقدم ديال الحومة ويقولوا له هاشنوا واقع يعني هو اللي غدي يعرف يتصرف وفعلا ذاك الشي اللي داروا لمقدم ديال الحومة اول ما وصلوا ش من ذاك الريحة تصل برجال الشرطة وقالهم هاشنوا واقع فعلا الرجال الشرطة اول ما حضروا ثوما لاحظوا ان ذاك الريحة غالبا غدتكون ديال الجيفة يعني ذاك السيدة را اما واقع لها شي حاجة في الدار ديالها واما ذاك الدار را واقع فيها شي حاجة الشي اللي خلاهم يتصلوا بوكل المالك باش ياخدوا منه الادن باش يفرعوا الدار ويدخلوا يشوفوا شنوا واقع وخصوصا انهم كانوا مليسوا له الجيران عارفوا ان ذاك السيدة عايشة بوحديتها كتجي عندها واحد اختها مرة مرة يعني نوبة في الشهر اولا في العشرين يوم بالاضافة الواحد السيد اللي كيجي عندها اللي في العمر دياله تقريبا واحد لعشرين اولا اثنين وعشرين عام قالوا الجيران ان هاد الولد كتقول انه ولدها ولكن هو ما عايش معاها وقت ما يجي عندها كان سمعوا مغي كي يدابزوا وكيمشي في حالاته رجال الشرطة اول ما اخدوا الادن عند وكل المالك فرعوا الباب ديالدك السيدة وغادي يدخلوا اول حاجة لاحظوها انه كينا واحد الرحة ديال الجاز اللي كانت خفيفة واحد شوية من اللي دخلوا الداخل لقوا السيدة مولاس الدار طايحة حدا الباب ديال الكوزينة كانت لابسة واحد البيجامة طويلة الشعر ديالها مطلق وطايحة على الظهر ديالها رجال الشرطة من اللي شموا ذاك الريحة ديال الجاز قالوا ممكن ان هات السيدة تكون ماتت مختان قبل الجاز وخصوصا ان الحوايج ديالها ما فيهم لا دم للاثر ديال العنف لا تشي حاجة فعلا اول ما دخلوا الكوزينة لقوا ان ذاك السيدة دايره واحد البوطة اللي هي البوطة الصغيرة فوق منها واحد البرمة ديال الما والبوطة اللي قلبوها لقواها محلولة يعني السيدة غالبا ماتت مختان قبل الجاز في المعاينة الاولية ديال الشرطة هذه الملاحظة اللي لاحظوا فعلا غادي يوليوا تصلوا بواكل المالك وخداوا منه الادن باش الجثة ديال داك السيدة يهزوها وتمشي للمصلحة ديال تشريح ولكن الطبيب ديال تشريح في المعاينة الاولية ديال الجثة قالوا هات السيدة عندها واحد شوية ديال الزرقية في العنق ديالها يعني كين الامكانية ان يكون شي واحد خنقها وبالآن يدار الما فوق البوطة وحل الجاز باش مليه تكتشف الجريمة يقولوا ان هات السيدة غالبا مات بالجاز فعلا بدت تشريح في الجثة ديالها غادي يلاحظ ان السيدة فعلا تعرضت للعنف وتعرضت للمحاولة ديال الخنق ولكن هات المحاولة ديال الخنق ما كانش هي السبب في الوافاة ديالها ولكن الطبيب ديال تشريح قال لهم الوافاة ديال هات السيدة عندها واحد صيناريو واحد اخر هات السيدة فعلا تعرضت للمحاولة ديال الخنق وهات السيد مني كان كي يحاول انها يخنقها غادي تفقد الوعي ومور ما فقدت الوعي غتاص بها ومشاف حالاته ومور ما مشاف حالاته غالبا سيدة ولت فاقت وحاولت أنها توقف ومن اللي كانت غادية للكوزينة بسبة ديالي قاتل اللي شمات ولت فقدات الوقي مرة أخرى وبقطيحها في بلاستها الشي اللي قدل الوفاة ديالها لأن المور مقلب لجدتة ديالها لقى واحد الآطار اللي كانين في العنق ديال الطحية بالإضافة لواحد سائل اللي جبدوه من الجدتة ديال الطحية هيا المحقيقين عرفوا أن القضية كتتعلق بمحاولة قتل بالإضافة للاغتصاب يعني هات الشي خلهم يعودوا التحقيق ديالهم من الصفر رجعوا للدر ديال 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 السيدة وبدوك يقلبوا واشي القوشي بصامت واشي القوشي داليل أول حاجة غد يلاحظوها أن الملابس الداخلية ديالها والسروة اللي كانت لابسة مرميين في الصالون وواحد البلاسة في الصالون اللي كانت مرونة واحد شوية يعني غالبا ديال البلاسة هي اللي تخنقت فيها والتغتاصبات فيها من اللي قلبوا ما لقوا حتى شي حاجة اللي غريبة قلبوا الدار كاملة بدوك يحلوا المجورة غادي يلقاوها عندها واحد المجموعة ديال الورق مواحد الوكالة ديال تحويل الأموال والشخص اللي كيصفت لها الفلوس وهو واحد الشخص اللي اسمي توعب السلام وساكن في مدينة مكناس من اللي سولوا الجيران لقوا أن هات السيدة حتى هي جي من مدينة مكناس والوحيدة اللي كتجي عندها دائما هي أختها كتجي عندها مرة في الشهر ولا مرة في العشرين يوم تقريبا من اللي سولوا لذلك الولد اللي كتجول أنه ولدها قالوا لهم راح قليل فاش كيجي عندها يعني هلاجة غالبا كنسمعهم كيتتابزوا وهذه مدة ما شفنا كيجي عندها ما سمعنا الصوس دياله هنا رجال الشرطة حاولوا أنه ما يعرفوا شي معلومات على ذلك السيدة اللي اسميتها جميلة ولكن غير لاحظوا أن الجيران كانوا متحفظين واحد شوية في الأجوبة ديالهم الشي اللي خل المحقيقين يسولوا الناس اللي ساكنين في الحومة والناس اللي قرابين الناس اللي قرابين واللي ساكنين في الحومة قالوا أن هات السيدة كان شوية السلوك ديالها ماشي تلتمة لأن دائما كانوا كيشوفوا كيطلع عندها شي بنات وشي رجال وغالبا كانت تخدم في الوساطة في الدعارة يعني الدار ديالها كانوا كيجيوا عندها العيالات وكيجيوا عندها الرجال ولكن ماشي دائما هات الشي كان كيوقع مرة مرة بالإضافة للباس ديالها والطريقة كيفاش كنت تدير الماكياج وكيفاش كنت تخرج في الحومة وحدة اللي كان السلوك ديالها شوية مشبوه عرفوا أن واحد السيد هو اللي كان كيجي عندها رسميا بالإضافة لاختها اللي كتكون معها في الدار الجيران قالوا أن ملكانو كيسولاشكن دك الناس كتقلهم هادو رغي العائلة ديالي وهات السيد اللي كي يجي اندي دائما را خاطبني ورحنا قريب إن شاء الله غادي ينتزوجو هنا رجال الشرطة بغوا يعرفوش كونيات خدها ولاني لجيران ولا الناس ديال الحومة تا واحد ما كان كي يعرفها لأنك كنت كتجي انتها من مدينة مكناس باش تشوفها كتدوز مع واحد الليلة ولغد لي كتمشي في حالاتها فعلا غادي تدوز المدة دياليوماين وغادي تجي اندها خدها بقاتك تدق في الباب من اللي سمعوا هات الجيران غادي يقول لها شنو واقع خدها غي سمعت داك الشي اللي وقع لها مباشرة رسل مشتل المركز دير الشرطة قاتلهم أنا راني خدها اسميتي فاطيما را كان جي اندها مدينة مكناس راني كان عيطها في التليفون هادي مدة وتليفونها غي مطفي داك الشي اللي تشوّلت وجيت نشوف شنو واقع وغي جت لدار ديالها وبقي تدق جيران قالوا لي اختكرة جنو واحد هم القوهمة وراء يمكن الشي اللي قتلها ذاك الشي اللي جت لاندكم باش نعرف شنو واقع فعلا رجل الشرطة بحل كانوا يتسنوها باش يعرفوا منها شي معلومات من اللي يسهولوا على أختها قلت لهم أنا أختي را كانت مزوجة في المدينة مكناس ولكن طلقت من الراجل ديالها هادي المدة ديل 18 لاعام ولكن الغريب في الامر أنهم سيكتشفون أن زوجها كانت مرمى تطلقت منه و كانت لديها مع علاقة و كانت يأتي عندها مرة مرة و بأن السيد الذي لقىه كيصفت لها الفلوس هو الزوج السابق و قلت لهم أن كانت مزوجة به لم يرزقها بالوليدات لذلك الشيء لا يكون مفاهمين و تفارقه و لكن مرمى تفارقه و كانت بقى مع بعضياتهم كان مرة مرة يأتي عندها و هي لجهة الممكنات التي تنشي عنده و خذ السيدة رها تزوج و داله و ليدات السيد الذي كانت مزوجة به كان عنده واحد المحل الكبير للي بعشرة يعني الحالة المادية ديالو كانت مزيانة ذلك الشيء يصرف عليها و تقريبا هو اللي كان يخلص لها الكرة للدار بالإضافة للفلوس الأساسي اللي كانت تصرف هو اللي كان يصفتها لها ملي سوله اختها على الناس اللي كانو يطلع عندها و على الوساطة اللي كانت تدير في الدار قلت لهم انا ما في خباري حتى شي حاجة هات شي انا ما عرف عليه وانا كنت كنجي عندها اما ليلة اما جوجيا الليلات وكان مشي في حالاتي الواحد اللي كان كيجي عندها هو واحد سيت سميتهم جيد واللي الخدمة ديالو جريسون في الكار ولاني مؤخرا العلاق ديالهم والليت ماشي تلتمة واللي دائما كيضربها دائما كيانفها بالاضافة انها كان كيشك فيها كان وقت ما يطلقاني كيبقى كيتشكالي تقول لي اختك رمبغات شد معي الطريق على اني كان حصل عليها شي حواج كالقى عندها شي المري ديال التليفون كتكون قاسم عايو التليفون ديلها كيبدا كيصوني الشي اللي خلق المشاكل بناسهم يقواوا ملي سولوها الاسم الكامل يلي هات السيد كاتلو ما انا كنعرف بان اسمي سومجيد وخدم في المحطة الطرقية كيدير جريسون فعلا الرجال الشرطة غاد يمشي للمحطة الطرقية وبدو كيسولو لهات السيد اسمي سومجيد وخدم جريسون الناس كلهم اللي في المحطة تصابوا كيارفوش كون هو قلهم انا را خدم في واحد الكار اللي ما بين مدين تسلا ومدين طانجا هادلو قطره ما كعينش لانها مشل مدين طانجا ولكن في العشية هرا غالبا غادي يكون هنايا فعلا في العشية اول موصل الكار رجال الشرطة غادي يشدو دكسيد اللي اسمي سومجيد من اللي مشا معها من المركز ديال الشرطة وعرف ان دك السيدة ماتت قالهم انا هاتي مدة طويلة ماشتها انا مؤخرا رولا عندي معها بزاف ديال المشاكل ذاك الشعلاش من اللي كنت كنت كنعيط لها وكلق التليفون ديالها طافي كان قلت السيدة لطلع لها الدم تلن بعده غادي نتصالح انا وياها ولان رجال الشرطة كان بالنسبة لهم جيد هو المشابه به الوحيد في هاد القضية ذاك الشعلاش بقوا كيحقوا معاه وكيحاولوا انهم بضغطوا ولكن السيدة قالهم انا هاتي مدة ما طلقتها ماشتها اخر مرة طلقنا انا وياها كنا التبزنا قاتل انتا مطريق وانا مطريق الشرطة من اللي الطبيب ديال تشريح شاف الجودة قالهم انها توفت قبل ما تلقوها بالمدة ديال خمسيام من اللي سهولون مجد على ذاك النهار عرفوا ان ذاك النهار كان خارج طانجة وذاك النهار بالضبط جامع الطل يعني تقريبا تل وحدة دياللي عاد كان في مدين تسلا ولكن واخاها كان خصوم يتأكدوا واش هو اللي تكرفص عليها وحاول انها يخنقها ولا شي واحد اخر ذاك الشي علاش غادي ياخدوا واحد العينة منو ولكن من اللي قارنوها مع ذاك الشي اللي يلقوا في الجثة ديال الطحية غادي يلقوا انها مجيد ما عندو حتى شي علاقة بل وفاة ديالها وبان اللي يقتلها هو شي واحد اخر يعني هنايا غادي يولي وشاكين في الطالق ديالها ذاك الشي علاش غادي يجيبوه وغادي يبدو يبحثو معه حتى هو عرفو ان السيد زوج ودار وليدات وفعلا قاس عندو واحد العلاقة معه جميلة وبانه هو اللي كان كيصرف عليها قالوا انا فعلا عندي علاقة معها هات السيدة تفارقت معها حتى كانت ما كتولتش والوالدين ديالي هما اللي ضغطوا علي انني انطلقها ولكن انا كنت كان بغيها ذاك الشي اللي شبقت بناتنا علاقة هذه المدة ديال 16 العام وانا عمري ما تخليت عليها ودائما كان صفت لها الفلوس وخصوصا مرمت بنات واحد الوليد والمصاريف ديالها كانوا كتر وهي ما عندها لا صنعة لا خدمة ما كتعرف تدير حتى شي حاجة رجال الشرطة من اللي سولوه قلهم انا هدير المدة ديال 3 شهور ما اشتهاش ما جت المكناس ما جت عندها المدين تسلا ولكن رجال الشرطة كان خصوهم حتى هو يتأكدوا منه واش هو اللي يغطاس بها ولا شي واحد اخر مرمت دوا عينة منه وقارنها او ثاني لقوا ان حتى الطالق ديالها ما عنده حتى شي علاقة بالوفاة ديالها وبان داك السائل القواف لجوتة ديالها ديال شي راجلو حد اخر هنا هي المحققين بقوا حايرين لانها تسيدة على حسب ما قالوا الناس انها كانت كتدخل شيرجال وشي عيالات ولكن ما قالوش وشي هي اللي كانت كدير الدقارة ولا هي كانت كدير غل الوساطة هنا رجال الشرطة بقوا حايرين في الامر ديالها تسيدة شكون هو دا اللي يدخل عندها وقجها وتكرفص عليها ومشا في حالاته لان من اللي قلبوا الدار ديالها ملقوا الشي باصمة اللي كانوا مختلفين ولا شي حاجة اللي ماشي هي هاتيك رجعوا عند الاخت ديالها وبدو كي يبحثوا معها من جديد من اللي سولوا على ولدها قاتلهم الولد اللي كانت مربياه راحت قريبا دابا عنده واحد وعشرين عام ولا ان هي راج جرات عليه من اللي كان عنده 17 العام هو تبلالها بالقرقوبي والتبلال بالحشيش والتبلال بالشرب ولا غي كيدخل للطار إما كيسرق لها الفلوس إما كيأخذها لها بسيف عليها داك الشي علاش جرات عليها من الطار وتهنت مع راسها ماللي صويته هاتي لها فلين كان هوго دابا قالت لهم را عنده واحد البراكة في السوق دياله كلب اللي كانوا يسميته كما باركة اللي كان سيئك فيها هنا وهنا سيستعليه وكينقس فيها فعلا الرجال الشرطة مشاوا وقلبوا الولد ديالها اللي فعلا لقوا كين في البراكة دياله كي بيعوا يشري غفت خربق ذاك الشي اللي كان حاط غي ذاك الشي اللي كي يجمع مستولة ديال زبل وتال حالة دياله كان بينا فيه شي واحد ليش مكار حويجو مصخين بينا فيه شي واحد لي دائما ما شف الوقي دياله من اللي بدو كي حقو معه وعرف ان السيدة اللي مربيها ماتز بقى كي يبكي قال لهم انا رني ما اعرفش هادي متطويلة ما مشيت لعندها ما عارف شن واقع لها لان نوقت ما نمشي عندها كيت جري عليا انا عارف راسيراني وليت شمكار وواحد لي خارج الطريق والتبليت ومنهار للتبليت العلاقة ديالي انا وياها ولا تماشي هي هاديك ذاك الشي اللي جرات عليا انا كنت كان مشي عندها نوبا كتدور معي بخاطرها نوبا مليك تشوفني حالتي صعيبة كتعطني الفلوس بالسيف عليها ولكن هادي مدة طويلة ما مشيت عندها رجال الشرطة بدو كي تسنتو لذك الولد اللي كان كيبكي بواحد طريقة ديالشي واحد لي عارف ان حياته ضاعت والسيدة اللي كانت مربيه تهيه ماتت يعني السيدة اللي كانت كتعطيه الفلوس ولي كانت كتعطيه الله فيه تهيه ما بقعت رجال الشرطة غادي تفكروا التليفون ديالدك السيدة اللي توفز لان كلهم كانوا كيقولوا انك يعيطوا لها والتليفون ديالها طافي ملي رجعوا لدار ديالها وعي يوما كيقلبوا ذاك التليفون مرقوش لآثار دياله ذاك الشي علاش غادي يولي وتصلوا بخدها وغادي سوروا على التليفون قاتلهم فعلا تليفون ديالها هادي مدة طويلة هو طافي ذاك الشي علاش انا تقلقت وجيز كنقلب عليها ولاني الغريب في الامر ان الواتساب ديالها خدام يعني من اللي كان صفت شي ميساج او اللي كان صفت شي اوديو كان كي يوصلها هنا رجال الشرطة كانت بالنسبة لهم هذه واحد المعلومة اللي كانت مهمة لاني لك الواتساب خدام يعني هات السيد اللي يدخل عندها وتكرفص عليها رخدت تليفون ديالها وحيد منه النمرة ولكن ما بتلش النمرة ديال الواتساب داك الشي علاش غادي يحدو البلاصة في لديك تيليفون بالطبط لاناهنا دبها هات تقنيات جديدة وهاتش اللي هو الله للرئيسو ديال التليفون كي عرفوه في لديك كاين و tayا في مهدة ووfact Luk Jin fals Clear강 يحدو البلاصة ديال الهاتساب الشيات had to achieve stare حدو بلاش او فين كاين و كيمشوا له بالطبط وفعلا داك اللي كان يحدو الابت делеوا ديال التليفون وهنا غادي سيكون صدمة لأن التليفون يتصاب كائن في وسط البراكة اللي كان عايش فيها ولدها اللي هو الزاكي هنا يا رجال الشرطة يرجعون لبراكة دياله وبدو يقلبوا وفعلاً يلقوا التليفون مخبأ في البلاسة اللي كان يناس فيها الزاكي هنا يا رجال الشرطة يديوه للمركز عندهم وبدوه معه للبحث ولأنه هو قالهم أن هذا التليفون رأي أعطته لي هادي مدة طويلة لأنني كنت مجيزة عندها في واحد الحالة من اللي ما لقيت عندها حتى شرير قالت لي هادي التليفون وصير بعد مني أنا جبت ما عندها ذاك التليفون ولكن التليفون أعجبني وقلت ما غاديش نبيعه حيت منه ذاك الكارتة اللي كانت فيه درت فيه كارتة جديدة وخليته عندي في البراكة ولأن المحققين كانت بالنسبة لهم هادي واحد الهضرة اللي ما كتدخلش للعقل لأنني لمشى أندها بالصح وفي واحد الحالة اللي صعيبة يعني كان محتاج الفلوس غاديشت منها التليفون مباشرة غادي يتهي بيعه هنا يا رجال الشرطة غادي ياخدوا عينة من الولد ديالها أو للولد اللي كانت مربيه وغادي يقارنوها بذاك السائل اللي يلقاه في الجتة ديالها وهنا غادي تكون الصدمة الكبرى لأن ذاك السائل اللي يلقاه في الجتة ديال الضحية غادي تصاب ذاك الولد اللي هي مربيه واللي جابتوا عندها من اللي كان في العمر دياله 4 سنين هنا رجال الشرطة عندهم جميع الأدلة وجميع الحجاج أنه هو اللي حاولي يخنقها وهو اللي تعدى عليها من بعد ما بقوا يضغطوا عليه بدأك يعترف لهم قالهم أنا هات السيدة هي سبابي في هاتشي اللي وصلت له أنا من اللي كنت صغير ومن اللي حليت عينيه وهي كتهزني بولد الحرام وكتحتني بولد الحرام كانت كتقول لي انتغي بولد الزنقة أنا غي ديرا فيك الخير ومربيك هات الشي من اللي كنت صغير ما كنتش فاهمه ولي من اللي وصلت للسند المراهقة وكانت كتقول لي انت ولد الصنقة انت ولد الحرام هات الشي خلا النفسية ديالي تدمر داك الشي علاش اول فرصة جاتني نيشان تعطيت المخديرات لدرجة الشي وقت انني وليت ما كان صحاش اما كان كن واكل القرقوبي اما كان كن شارب اما كان ملحشيش المهم الحالة ديالي كانت غادي يوكا الدهور من اللي وصلت لسبعتاش لآن جرت علي منطار قلت لي انت أصلا ماشي ولدي أنا ما مضطراش انني نستحملك وفعلا سبقات علي وانا ما عندي حتى شي ريال في جيبي اول ما خرجت للزنقة لقيت راسي قبلت واحد العالم اللي ما عارف في حتي شي حاجة وليت كان سرق كان شفر كان قريسي لمهم خصني نجيب الفلوس من مكان ومؤخارا وليت كان مشي لسطولة ديالي الزبل وكان نجمع منهم اي حاجة لقيتها ولكن كنت من اللي كانت تقطع وما كان لقيت تاشي ريال كان مشي عند هالطار ديالها نوبا تعطيني نوبا تجري اللي نوبا ناخد هالها بالسيف اللي مقدمة كان مشي عندها كانت تعطيني الفلوس تجدك النهار اللي مشيت عندها مع جويه الججونس ديال العشية رقيتها يا الله فايقة من العاس انا اصلا من اللي كنت غادي عندها كنت واكل واحد الكمية اللي كبيرة ديال المخطيرات هي غي شافتني بدت كتسب وقدت لي وجيتي عاو تاني تاخد الفلوس دخلت عندها بقصعة يعني بالدهر ما بغاشت تهضر معايا من اللي تزايدنا في الهضرة قجيتها وذك الساعة قررت انني غادي نغتاسبها باش نتاقم منها على ذك الشي كله اللي دارت فيا سواء صغير ولا كبير من اللي بديت كان نقلب في الدار لقيت التليفون ديالام حطه تفوق الطبلة بالاضافة لشي فلوس اللي كانت عندها في المجر هزيت تلك الفلوس وهزيت التليفون ومشيت في حالاتي في اللول ذك الفلوس الصرف سبيها قلت التليفون ما غادي نبيعه حتى تبرد القاضية لانني خفت لمشي تبعته غادي يعرفوني انني انا اللي كنت عندها وانا اللي درت فيها ذاك الحالة من اللي سواله على ذاك البرمديا الما اللي كانت تكطيب فوق البوطة الصغيرة في الكوزينة قلهم انا رمى في خباريش اصلا ان البوطة كانت شائلة وللما كان كيسخن انا مرمى ساليت حنيت راسي وخرجت ما دخلش نهائي للكوزينة يعني غالبا ان ذاك السيدة كانت دايرا برمديا الما باش غادي تدخل طوش مرمى وقع لها ذاك الشي مع الابن ديالها او اللي ذاك اللي كانت مربياه اللي مبقوط اللي بقاك يغلي احتفض على البوطة ذاك الشي علاش وقعدك تسريب ديال الغاز اللي كان هو السبب ديال الوفاة ديالها رجال الشرطة اللي يسمعوا هاد الهضرة بقوا غيم استغربين لان هاداك الولد واخه هي غيم ربيع ولكن كتبقى في ماتابة ديال الام دياله يعني ممكن يوقعوا بيناتهم نقاشات ممكن يتدابزوا ممكن يضربها قاع ولان باش يعتادئ لها جنسيا شي حاجة اللي كانت صعيبة على الاقل انه يصدقها مرمى خدوا الاعترافات دياله هاد الولد اللي اسميته الزاكي كانوا كي تسناوه مجموعة ديال الاتهامات عنده المحاولة ديال القتل عنده الصريقة الموصوفة كي يلغت يصاب وكي يحتى التعاطي ديال المخديرات وفعلا من اللي مشى للمحاكمة غادي يتحكم عليه بعشرين عام ديال السجن هو مواحد النهية هاد الشاب من اللي مبقاش مفاهمه وادك السيدة اللي مربيه كان خصو يمشي في حالاته ما يجي عندها ما يسكرفس عليها ما يغتاس بها ولكن مواحد النهية وحده اخرى هاد الشاب راعش واحد الظروف اللي كانت قاسحة اول حاجة المعاملة اللي كانت كتعملو ذاك السيدة والاهانة اللي كانت كتهينو واحتمالي خرج من الزنقة عاش ضروف اللي كانت صعيبة بززاف يعني مواحد النهية هاد هو كان ضحية يعني من اللي رباتو وكاك نلقى فيها الخير تاوه ما كانش غادي ينحارف وما كانش غايت تبلى وهاد الشي كله ما كانش غادي يوقع القضية ديالي هنا غادي تسالي نتمنم اي واحد شف هاد الحلقة وعجباتو ما ينساش انه يدير جام واللي اول مرة يشوف القناة ديالي وعجبو المحتوى ديالها ما ينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجادين السلام عليكم اشتركوا في القناة